كيف تنظر إلى مكانة المعلم وكيف تتعامل سلطات الأمر الواقع إما في مناطق سيطرة الميليشيا أو حتى في الحكومة الشرعية مع المعلم ومع مطالب المعلم المشروعة نحن بالفعل نحتاج إلى المعلم بعد الحرب نحتاجه بشكل كبير لأسيما هناك سيكون هناك عملية إعادة تهيئة للشعب اليمني الذي عانى من طائفة هذه الجماعة والذي حاولت أن تغرس مفاهيم طائفية إرهابية لجيل قادم سيكون هو الأخطر إذا تم استيعاب تلك المفاهيم الحوثية المعلم لا بد أن يكون مستعد لمرحلة ما بعد الحرب لطمس هذه الثقافة الإرهابية التي حاول الحوثية أن يغرسها لجيل خلال التسع السنوات الماضية المعلم أو الميليشيات الحوثية كما تحدثنا بأنها تدرك أن مرحلة ما بعد الحرب سيكون هناك حرب من نوع آخر حرب ضد الضلام الذي حاولت الميليشيات الحوثية أن تعمه في اليمن أن يبقى سائدا فيها لكي أن تبقى هي السيدة الأولى في اليمن وهي من تتحكم وهي كما يتحدثون بأنهم هم السادة والشعب اليمني العبيد هي تريد القضاء على العلم بتاتا ولا تريد هذا المعلم وبالتالي بدأت تمارس عملية حرب أو عملية إبادة جماعية للعلم والمعلم والمدرس الذي يقله الكل نحن تعلمنا على إيديهم ونقلهم ونحترمهم حتى الآن لكن الميليشيات الحوثية لا تريد ذلك تريد القضاء عليهم للأسف الشديد أيضا الحكومة اليمنية ربما تحاول أن تغطي العجز الذي لديها بكوزء بسيط يعني بدفع رواتب بتحاول أن يكون هناك دفع راتب منتظم لكن هذا هو استطاعتها ومغضرتها على عكس الميليشيات الحوثية التي تدخل إلى خزينتها المليارات من الدولارات بالشكل الكبير وخصوصا جادت خلال الفترة الماضية لا تدفع لهم الرواتب ولا تدفع لهم لم تدفع حتى للموظفين فقط الرواتب تذهب إلى التعليم الطائفي إلى المشرفين الحوثيين للرفاهية لشراء العقارات لشراء السيارات لشراء ذمام القبائل هذا هو حال المعلم خلال هذه الفترة